ألف طن من الأسمدة والأمونية الخطيرة وقد باتت على وشك الغرق في البحر الأحمر كما تظهر الصور سفينة أصيبت بكميات من الزيوت على متن السفينة التي انتشرت على طول 18 ميلا بحريا الصور التي وثقتها الجمهورية تظهر أن المياه بدأت تعتلي سطح السفينة خاصة أنها محملة بأسمدة سامة إضافة إلى الزيوت التي على متنها الحكومة كانت قد طالبت المنظمات الدولية والهيئات والدول المعنية بحماية البحرين يوم الثامن عشر من فبراير الجاري أو أصابها أحد الصواريخ في البحر الأحمر يوم الثامن